المهم إخواني الكرام ما حدث لساعد بعقبة سيحدث للآخرين هناك إعلاميين الآن يشاركون خاصة في المغاربية ويقولوا رانا مجرد أن نكملوا من هنا ننتظروا زوار الليل يجونا ونسمعناهم إلى عدد منهم نعم ينتظرون زوار الليل بمجرد أن يكونوا ضيوف على المغاربية وأيضا من خلال مشاركاتهم في الفضائيات هذه الدولة وصلت إلى هذا الحال ماذا يعني؟ أن الدولة ضعيفة ضعيفة لأن الدولة التي عندها قاعدة شعبية وعارفة وشدير والله ما تعتقل واحد على رأيه ولكن الدولة لي أنها ضعيفة وهشة وتعاني الأمرين وأنها عارفة بأنه في أي لحظة الشعب يثور عليها لأنها تدرك أنها كذبت واحتالت على الجزائرين راهوا بمجرد واحد منهم يقول كلمة يكون مصير مثل إحسان قاذي وسعد بعقبة وغيرهما أوقفوا هذه المهازن هذه الدولة القمعية التي هي دولة ذباب إلكتروني الدولة التي تستجيب إلى محرضين عبر شبكات التواصل الاجتماعي يجوا ناس ما يسووش فلز يعني يحرضوا على الجزائرين بمجرد هذا يكتب أسحبوا منهم الجنسية هذا مخوانة هذا معملاء يعني بمجرد أني نجي ندير مداخلة برنامج جداً حلل فيه الوضع السياسي خلاص زعزعت الدولة وضريت أمنها القومي هل هذه هي القوة الضاربة؟ هل هذه هي القوة الجهوية؟ هل هذه القوة التي تصنع توازنات في المنطقة كما يدعي تتبون كذباً وزوراً؟ جزائر قوة قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة جيب السلام في المنطقة باللي قوة جيب التوازنات في المنطقة بل هذه دولة ضعيفة هشة ما عندها حتى قيمة حولتم الجزائر الآن إلى مادة دسمة عبر وسائل الإعلام وعبر المؤسسات الحقوقية بسبب هذه الممارسات الباطلة لو كانت دولة قوية حقيقة لكان سعد بعقبة يشارك في برامج التلفزيون لا أن يحرم من كتابة عمود فيه نوع من السخرية على الأوضاع وصلنا إلى وضع بائس بمعنى الكلمة للأسف الشديد نطالب بضرورة رفع هذه الإجراءات المتخذة بالإعلامي سعد بعقبة والإفراج عن كل معتقلي الرأي فتح مجال الحريات الدولة تتطور في تعدد الأراء في المنافسة السياسية أما أنك مجرد رأي تعتبر جريمة أعتقد بأنه ستدفع يتبون أيضا أنت الثمن يوما ما وحتى سعيد شنغريحة ستدفع الثمن أيضا وإن أفلتتم كما أفلت غيركم سيدفع نسلكم ثمن هذه الممارسات الباطلة والمجحفة والظالمة بحق الجزائر والجزائريين البلد صدرها واسع تحته الجميع ولا أحد عنده وطنية أكثر من الآخر ولا واحد وصي على الدولة من وصل بانتخابات إلى السلطة يبقى محل انتقادات وضغط من طرف الجماهير مهما كانت أراءهم والحاكم القوي هو الذي يعمل على إقناع الناس بأن عمله هو الحق وليس أنكم تعيشوا البلد في أزمات خارجية بل بهذا الاعتقال أكدتم بأن كل الأزمات التي تدير فيها مع الدول هي أزمات مفتعلة هدفها تجيين الداخل وليس محاربة مصالح الخارج التي تقدمون فيها ما يندلها الجبيل من أموال تصرف ومن أموال تبذر وتنفق ليس من أجل مصالح الجزائريين ومن أجل فوائد لهم ولبلادهم بل أجل شراء ذمم قوى كبرى حتى ترضى على حكم العسكر ليس إلا وهذا تأكد يقينا مصيره الزوال ومصيره أنه ينسف وجوده مهما حاول أن يتجذر بطرق ظالمة وبالتسلط وبالاستخبارات والقمع وما إلى ذلك من هذه الأمور إلا أن الظلم ظلمات وطالما ظلم غيركم من الفراعن عبر العصور المختلفة ولكن كان مصيرهم بين الغرق والحرق أيضا واذكروا كلام جيدا